قصة للأطفال الفوز العظيم أهلا بكم يا أطفال نقدم لكم اليوم قصة مسلية ومشوقة بطلتها بنت صغيرة في عمركم تقريبا أتريدون أن تعرفوا اسمها؟ وماذا فعلت؟ هيا نكتشف أطوار القصة ونستخلص العبرة على موقعنا سبورانات التي تأتيكم دوما بالجديد المفيد هادية بنت صغيرة هادئة الطبع طيبة القلب تحب والديها وإخوتها وأصحابها وكانت تحضى بحب معلميها وأصدقائها في المدرسة لأنها كانت متفوقة في الدراسة وتساعد زملائها باستمرار لكن هذا الأمر لم يرق لإخوتها فكانوا يفتكون لعبها يشاكسونها ويؤذونها لأدفع الأسباب كم اشتكتهم لأبيها وأمها كم أنبهم والديهم على هذا الصنيع لكن دون جدوى فكرت ملياً وقررت أن تنزوي في غرفتها كلما بادر إخوتها إلى إغاضتها ولن تشتكيهم مجدداً أو تتذمر من تصرفاتهم بقيت هادية على هذه الحال بضعة أشهر فاحتار إخوتها وسألوها مراراً وتكراراً عما كانت تفعل في غرفتها إلا أنها لم تنبس ببنت شفا ففهم الجميع أن هادية قررت أن تريح نفسها ولن تزعجهم بالشكوى فسكن الجميع عن ملاحقتها أو التعرف على سرها إلى أن جاءت هادية يوماً تقول لوالدتها أمي أمي سوف أدخل مسابقة حفظ القرآن الكريم سألتها الأم كيف ذلك؟ وهل تحفظين بعض صور القرآن الكريم؟ قالت هادية في سرور وثقة كل الصور التي في كتابي يا أمي تطلعت الأم إليها في دهشة شديدة فما كانت تعرف عنها إلا أنها تلميذة متفوقة في دراستها وتحفظ القليل من سور الجزء عما فأردفت هادية حين كنت أغلق الباب على نفسي أن غمس في تلاوة آيات من كتاب الله فتهدأ نفسي ويسكن غضبي فرأيتني أقبل عليه وأحفظ آياته حتى استطعت أن أحفظه كله عن ظهر قلب وتقدمت هادية إلى المسابقة بكل ثبات وتلت ما تيسر من الآيات تلاوة خاشعة مؤثرة فصفق لها الجميع بحرارة وأثنى عليها كل الحضرين وكم كانت فرحتها عارمة عندما أعلن اللجان عن فوزها في المسابقة وكان ذلك هو الفوز العظيم لقد استطاعت الصغيرة أن تحول لحظات الضيق إلى أجمل ساعات العمر ونجحت في أن تنفض عن نفسها الحزن لتعيش مع آيات الله أفضل الأوقات وأحلاها تماما ترجمة نانسي قنقر